تقول المعارضة إنها لا تزال غير واثقة بكم وتشدد على أنها مصر على عدم تدخل الرئيس السوري بشار الأسد في أي مرحلة انتقالية وقد أسقطت طلبها بأن يتنحى قبل المفاوضات فما مدى وقعية هذه الطلبات؟ أظن أنهم يعيشون في عصر مختلف فهؤلاء الناس قادمون من العصور الوسطى هم ضد الديمقراطية والانتخابات كما أنهم ضد سلامة أراضينا ووحدة الشعب السوري لا يمكن للقبطان أن يتخلى عن السفينة عندما تبحر في عمق البحر لكن هل سيكون الحديث عن التنحي ممكن في هذه المرحلة من التفاوض خلال مؤتمر جينيف الثاني؟ نحن جاهزون للتحدث عن أي موضوع ولكن لا يمكننا خلق فراغ في سوريا قد يؤدي إلى تفكك البلاد وانتشار الفوضى فيها قرارنا هو وضع كل ما نتفق عليه للاستفتاء أمام الشعب السوري لأن الشعب وحده هو صاحب القرار النهائي في العملية برمتها لكن المعارضة قد لا تثق بمثل هذا الاستفتاء لأنهم يخافون من الناس وقرارهم وهم يعلمون أن الشعب ليس معهم ولكن هناك من المطالب ما يبدو أنه عادل ومنطقي كالإفراج عن السجناء السياسيين والحصول على المساعدات الإنسانية للأماكن الخاضعة للحصار فلماذا لا تنفذون ذلك؟ ولو كمبادرة حسنينية يجب مناقشة هذه القضايا ووضع اللمسات الأخيرة في روح حفظ القانون والنظام في البلد وأما أمر المساعدات الإنسانية فيجب توجيه اللوم إلى الجماعات الإرهابية التي تمنع الأمم المتحدة من الدخول إلى المناطق التي تنشط فيها